انا عايزة اقول بقى في النهاية وانتو عارفين انا لازم يبلية كلمة انا عايزة اقول ان كل اللي احنا شفناه في السنة اللي فاتت وكل اللي احنا بتشوفه طول الوقت على السوشيال ميديا الناس اللي كبه انا خلاص بطلت جدعانا مش هتعرف تبقى مش جدع اللي فيه طبع ما بيتغيرش الجدع لو اتعامل فيه ايه لو كسروه وموته بيفضل جدع فاحنا مش هنبطل الصفات الحلوة اللي فينا اللي ربنا كرمنا بيها عشان فيه ناس تانية وحشة ابتدت تشوه فينا مش هنسمح بده الجدع هيفضل جدع ولو انا بدل ما اتكلم عليك انا هتكلم عن نفسي لا وهكلم بلسان كل بنت وكل ست مصرية عمالة تشير في حاجات سلبية والندالة والقهر والموجوعة واللي تسابت واللي سابت واللي تخانت واللي خانت هتفضلي جدع وهتفضلي امر وهتفضلي باخلاقك الحلوة فيش حد يقولك اصل انتي خنقة واصل انتي مقفلة لا مقفلة بس محترمة مقفلة بس عندي كرامة وعزة نفس ما ينفعش اردخ واقبل بحاجة مقبلهاش لا روح اقبل ابقى زوجها تانية واتزل وبقى مسخرة لبيت وناس تانيين انا معرفهمش ما اخدش حاجة مش بتاعتي لازم الراجل اللي يجيري يشلني ويشتريني ويشلني على راسه بجد عشان ابتدي سنة جديدة بقى افكار جديدة فيش حاجة اسمها حب مع زل وقلة كرامة لا لما تبقى كرامتك رقم واحد وعزة نفسك وبيتك وتربيتك وأهلك كل دول في لستة واحدة هيجيلك اللي ينورك واللي يشيلك واللي يحترمك اردمي على كل اللي فات اردمي على كل الافكار اللي كانت مضلمة حياتك ما انا بحبه اعمل ايه لا ما عملش ايه اللي احبه ده لازم يبقى كل حاجة فيه ماشية مع حياتي شبهي ناخد اللي شبهنا والأهم كمان نعيش عيشة أهلنا أعيش عشتي البيتي اللي تربيت فيه واللي طلعت منه ما مسلش حياة تانية ما قولش حاجات مش بتاعتي مش حياتي مش تعليمي مش ثقافتي سنة جديدة بقى أفكار حلوة بكرامة بعزة نفس بقى أنور أكتر أنزل أشتغل وابقى نكحة وحس بنفس الأول لما تحبي نفسك هتحبي أي حد حواليك هتحبي شغلك وهتنجحي وهتنواري كل ده بيبتدي من هنا الأول من نفسي أنا الأول كل سنة وانتوا طيبين واشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله